الحمد لله رب العالمين السلام عليكم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عديد من الناس تعرف صورة الفلق وهمية صورة الفلق عديد من الناس تعرف صورة الفلق فقط عن السحر وفق العقد والحسد ولكن صورة الفلق هي عظيمة عندها عديد من الاختصاصات ممكن أن تتدخل في حياتك نبدأ بشيء مهم عديد من الناس لا تعرف أن صورة الفلق تهلك العدو من المجربات إذا قرأت صورة الفلق يومياً تهلك عدوك وتهلكه يعني ممكن أن يختفي لن يبقى أمامك صورة الفلق عظيمة جداً من يتبع السيارة عدوه يهلك لماذا العدو العدو يحسدك أنا عدو لك ماذا يعني أنا أكرهك وأحسدك وصورة الفلق مذكور فيها الحسد فهي تتصدى إليه الحسد اتفقنا؟ يعني كل عدو سيكون عنك فهو حسد يغير منك ويكرهك يحسدك على شيء ما على جمالك على رزقك على زواجك على صحتك على الملبات فهو يحسدك فهي تتصدى إليه وربما تخفيه عليك لو ضبت عليه يومين صورة الفلق فهي اختصاصها السحر وفك العقد والتخلص من العين عددها الأكبر المعروفة فيه ألف إذا ذكرتها يوميا قرأتها قرأتها يوميا ألف ترى بها نتيج خيالية عددها الأصغر مئة في الصباح مئة في الليل ترى بها التخلص من العدو وإبطال الأصحار وإزالة العكس والنحس ولكن دارة ترى العجب ترى شياء عظيمة في حياتك مثل الكرمات تتحقق معك مثل أشياء لن تكون أنت من أهلها وتصبح من أهلها مثل أنت تريد أمنية وتلك الأمنية صعبة صعبة أنت ليست عندك قدرة تلك الأمنية بإذن الله تتحقق بصورة الفلق ألف مرة وصورة الفلق إذا قرأتها يوميا ألف مرة في جلسة واحدة ووضبت على حتى هي من الصور التي تجلب المال إلى المنزل ستجد المال في المنزل إذا وضبت على صورة الفلق يوميا ألف مرة تجد مبالغ من المال في المنزل من المجربات لأنها تزيل العكس والنحس وتزيل الأشياء التي تقف أمامك وصورة الفلق كذلك الذي عنده النحس والعكس في حياته العكوسات كثرة العكوسات وهو لا يعرف من أين تأتي هذا العكوس فعليه بصورة الفلق بصورة الفلق تزيل العكس والنحس من السحر وتزيل العكس الذي تسببه العين وكذلك قراءتها أجر فأنت تقرأ صورة الفلق تأخذ الأجر والحسنات يعني تضرب صورة بحجر واحد إذا كان عندك مشكلة في الدنوب فأنت ستتخلص من الدنوب وتزيل العكس وإذا كان عندك العكس آتيا من العين وحسد الناس عليك ستزيله وتتقدم من الأمام إذا كان عندك عكس ونحس من السحر ستزيله فهمت؟ يعني صورة الفلق هي اختصاصها إزالة العكس والنحس عليك بإذن الله وإبطال الله الصحر والحسد ومن أسرار صورة الفلق كما كنا أنها تهاجم الحسد فإذا كنت أنا أحسدك أنا أحسدك وأعرفك ودائما أغار منك وأحسدك وأتكلم فيك وأريد أن أعذيك فإذا أنت قرأت صورة الفلق ستبدأ صورة الفلق تهاجمني تلقائيا في حياتي سأبدأ كل تلك الأشياء التي يتمنع إليك شر أو أفكر فيها ستبدأ ترجع علي أنا يعني سترجع علي أنا هذا هو اختصاص الصور الفلق هناك عادي من الناس لا يعرفون صورة الفلق فهمت؟ إذا أردت أن تبدل الأسحار والعين عليك فعليك بصورة الفلق إذا أردت أن تزيل العكس والنحس عليك فعليك بصورة الفلق صورة الفلق تبدل حتى السحر المأكون نفترض أنك تقرأ ألف لما تبدأ تقرأ ألف تكون أمامك كأس من الماء يوميا تقرأها ذلك الماء تشربه تبطل السحر المأكول وفيها عديد من أصار ستبطل السحر ستهاجم السحر ربما الله أعلم صورة الفلق كما تهاجم الحاسد والذي يكره قوة سبب لك في الأذى ستهاجم السحر في مكانك يعني هي ستكون بالمرصاد لأعدائك هذا هو ملخص صورة الفلق يعني صورة الفلق لما تقرأها هي تكون بالمرصاد لأعدائك ومن أصرارها من داوم عليها ألف مرة يوميا يجد المال في المنزل تجلب المال والرزق إلى المنزل إن شاء الله تجد المال تجد مبالغ من المال في المنزل ولا تعرف من أين تأتي تجد المال في المنزل فهي كالمغناطيس إلى المال صورة الفلق هي كالمغناطيس إلى المال بإذن الله فصورة الفلق هي اختصال بعد الصور التي هي مثلاً صورة البقرة صورة البقرة تتصدى إلى الساحل تتصدى إلى العين وفي عادي المنزل صورة البقرة عظيمة ولكن صورة الفلق حتى هي عندها هذه الأسرار تتصدى إلى الساحل تتصدى إلى العين تجلب الرزق تغلبك على العدو تزيل العكس والنحس من حياتك فعليكم بصورة الفلق ألف مرة في اليوم لمدة أربعين يوم ومن اكتشفت سرها وعرف أسرارها ووقعت منه معه كرامات فعليه الاستمرار أكثر من أربعين يوم ومن لا يستطيع أن يقرأ ألف في اليوم فويردها كي ترى نتائج في حياتك مئة في الصباح ومئة في اللي تحفظك من السحر والعين والحسد من عند العدو وتجلب لك الرزق كذلك وتزيل عينك العكس والنحس هذا كل شيء أتمنىكم الخير وإلى اللقاء